مبارح في ختام المؤتمر الاقتصادي ربما كان فيه توجهات مهمة جدا من سات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري علشان نضع عدد من السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي دهنا تشريعات هنحطها عندنا توصيات هنعملها عندنا شغلة هنعمله على الأرض كان فينا صايح كتير جدا من في هذا المؤتمر من الخبراء الاقتصاديين علشان نعمل ما يعرف بخارطة طريق جديدة لمصار الاقتصاد المصري وكمان علشان يبقى فيه توجيه كامل للحكومة المصرية تعمل تقييم شامل وتعمل مسح كامل للإجراءات اللي تم اتخذها من قبل مع وضع في الاعتبار طبعا بتوجهات رئاسية عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة اللي جاية ودي نقطة مهمة جدا خلينا نحل المدار في المؤتمر الاقتصادي حصل ايه؟ الرئيس اجتمع مجموعة من أطياف المعارضة ومن أطياف رجال الأعمال ومن أطياف رجال الصناعة ومن الخبراء الاقتصاديين ومن الأكاديميين علشان نحط خريطة طريق هل حطينا؟ هل استفدنا من هذا المؤتمر بالفعل؟ ضفنا النهاردة لأستاذ هالي أبو الفتوح الخبير الاقتصادي بنوارنا النهاردة في السيديو صباح الخير مصر أهلا بعضك يا فانتا أهلا بعضك يا فانتا أهلا بعضك صباح الخير صباح الخير مش عايزة أقول تقييمك المؤتمر ولكن كان فيه طبعا روح إيجابية حصلت من أننا قعدنا وشفنا وحللنا عندنا عايزين دولار يا جماعة احنا عايزين دولار أو عايزين عملة صعبة فعندنا صناعة عندنا سياحة عندنا مقومات عندنا استراد عندنا تصدير عايزين نعمل نوع من أنواع الحلحلة لهذه الملفات نحله صح كلامي ولا أنا غلطان لا حضرتك بتكلم مضبوط المؤتمر ده كان الحقيقة منصة لالتقاء الرؤى المعارضة والرؤى المؤيدة واستعراض المشاكل اللي هي بيمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات العالمية وأيضا الأزمات المحلية الشيء الجميل اللي في المؤتمر يمكن حضرتك أشارتي إليه هو الروح الجميلة اللي كانت في المؤتمر والتقاء مختلف الآراء من رجال الصناعة والانسصمار مع الجانب الحكومي وخروج المؤتمر بعدة توصيات التوصيات كانت في أو تتبع التلات مصارات الرئيسية المحددة لهذا المؤتمر عدد التوصيات يمكن تجاوز المتين توصية ولكن الحقيقة العبرة مش بالعدد أو بكم التوصيات ولكن العبرة بالقدرة على تنفيذ هذه التوصيات في إطار زمني وأيضا المتابعة لتنفيذ هذه التوصيات وده اللي وجه به سيادة الرئيس ويمكن سيادة الرئيس قال أنه بنفسه كل ثلاث شهور يشوف إيه اللي حصل من تنفيذ هذه التوصيات بضبط يمكن ده الشيء اللافت للنظر لأن في معدة مؤتمرات سابقة في شأن الاقتصادي وفي شؤون أخرى كان بيأذر عنها التوصيات والتوصيات الحقيقة يعني كانت لا يتم متابعتها ويمكن يمكن بتنسى مع الأحداث هذه التوصيات ولكن ما يهم أو يعني ما تم الإشارة إليه وتوجيه سيادة الرئيس بضرورة التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات ده هو الشيء الحقيقي اللي بيدعو إلى التفاؤل وبيدعو إلى أن إحنا يمكن العام القادم لما يعقد المؤتمر الاقتصادي العام القادم وده أيضا موجه بيه سيادة الرئيس أن يكون عندنا نوعية أخرى من التوصيات وأن التوصيات السابقة بالفعل تم معالجتها وتم تنفيذها هذه التوصيات يعني في حد فاتها هي معظمها جيدة إنما يمكن كان لها برضو تحفظات على بعض التوصيات إنها لم تأتي بشيء جديد يعني كنا نطمح أن يكون فيه جديد في مجال السياسات اللقدية والمالية يمكن مسألة التنفيذ اللي كان بينادي بها القطاع الخاص يا محضرتك كنت بتقول كانوا بيبقى هناك توصيات لكن لا تنفذ أو البيروقراطية بتمنعنا من تنفيذها ومسألة التنفيذ هنا أعتقد أنه والإشراف على التنفيذ من القيادة السياسية أعتقد أنها حاجة مهمة جدا خرجت من المؤتمر الاقتصادي قلينا نتكلم أولا عن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال شهرين شايف إزاي ده ممكن يكون أثر على القطاع الخاص والمستثمرين قرار العمل بالاعتمادات المستندية كان يضم استراد وقصره دون استخدام مستندات التحصيل هذا كان في فبراير الماضي والهدف منه هو ترشيد استخدام موارد الدولة من العملة الأجنبية لكن الانتقادات التي كان هذا القرار فيه وقتها أنه لم يتم منقشته مع أصحاب المصالح ومع مجتمع الأعمال لمعارفة التداعيات التي يمكن أن تحدث جراء هذا القرار وبالفعل تم تعديل هذا القرار عدة مرات بناء على توجيهات لسيادة الرئيس والعبرة هنا ليست الآلية فقط ولكن الموضوع ككل هو حسن استخدام الموارد الدولارية في استيراد السرعة الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج التي يجب أن يكون لها الأولوية في الاستيراد نحن لدينا مئات البنود الاستيرادية يجب أن يتم عمل هذا هو واجب الحكومة عمل مع مرحشة مع مجتمع الأعمال عمل تحليل دقيق لما هي الأولويات وهناك في الاقتصاد ما يسمى فقه الأولويات فإن منعت استيراد مادة من السلعة الوسيطة أو المواد الخام هذا هيكون فروق أنه أنا بعطل مصنع أو عدة مصانع وللأسف حصل بعض المشاكل في توفر مواد الإنتاج فالعودة مرة أخرى إلى نظام المستندات التحصيل أعتقد هيعطي مرونة تدريجية في سوق الاستيراد ويحل شوية مشكلة تعطل المصانع ونقص بعض المواد من السوق ولكن المهم هو دراسة جيدة ودقيقة لأولويات الاستيراد طيب ده بالنسبة للمستوردين مشاكل الرجال الصناعة المصريين لو أنا عايز أتكلم بقى على القادمين من الخارج جذب رؤوس الأموال إحنا ليه يا فندم كل شوية نعمل قانون استثمار ونرجع نغيره ليه فكرة الشباك الواحد اللي طلعت ما نجحتش إحنا اعتمدنا أنه أنت حتلغي البيروقراطية ولكن ما زالت يعني الرئيس بيدي تكلفات والحكومة بتشتغل عليها ولكن في النهاية المستثمر اللي في جاي من النهاية في الآخر ما بيلاقيش رد الفعل اللي هو متوقع أنا من وجهة نظري أن التوصيات لابد أن تكون قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس لما أقول أنا هقضي على البيروقراطية في عدة إجراءات خاصة بالاستثمار أو في الصخارات الرخص لابد من معيار لقياس أداء هذه الوحيدات وأقول أنا بالفعل كان الإجراء ذا بياخد خمس أيام أو ثلاثين يوم وخفضته إلى يوم واحد فلابد أن تكون جميع يتم القياس يتم عمل ما يسمى KPI Key Performance Indicator أو معيير الأداء الرئيسية لتكون هناك أهداف قابلة للقياس في كل ما هو يطلق عليه تكليف أو توصية إن لم يكن هذا الشيء موجود فهنعد سنين طويلة لنادي بنفس الشعار اللي هو القضاء على البيروقراطية الشباك الواحد وندعي أو بعض الجهات تدعي أنها بالفعل انتهت من تنفيذ هذه التوصيات إنما في الحقيقة هذا شيء كان غير قابل للقياس محتاجين متابعة قياس ومتابعة ومحاسرة طيب طرح أصول الدولة للقطع الخاص للإدارة لأي مدى في جاهزية هنا من القطع الخاص لإدارة هذه الأصول وشايف هذه الخطوة تأخرت جدفة معادها وإزاي تدار؟ اتأخرت أو يعني مقارنة ببعض الدول ممكن يكون فعلا في تأخير يعني هناك مرافق في الخارج بتدار بالكامل التشغيل والإدارة من القطاع الخاص زي خطوط السكة الحديدية في بعض الدول وبعض الموانئ والمطارات الملكية للدولة ولكن الإدارة والتشغيل إلى القطاع الخاص وهم عندهم النقطة دي وضحت جدا خلال الموانئ نادى حتى سيادة الرئيس نادى بهذا الموضوع وهو مفتوح حتى يمكن سيادة الرئيس أشار إلى الموانئ تحديدا ودعوة للقطاع الخاص للدخول كمشغل ومدير بعد ما تم كمان في الموانئ تحديدا من تطوير ما حصلش قبل كده بالضبط الموانئ يعني تعتبر ثروة وتتميز مصر يعني عدة موانئ في مواقع استراتيجية كل يعني خلينا يعني نخوض مع القطاع الخاص المؤهل الذي يستطيع إدارة هذه المنشآت خلينا نخوض التجربة وخصوصا التجربة ليست جديدة حول العالم وشايفينها في عدة دول تجربة ناجحة فلماذا نعيد اختراع العجلة من أول وجديد وعندنا أمثلة ناجحة في الخارج فكرة ربط الجنية بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي هل تنجح؟ خلينا نتكلم على مؤشر الجنية مؤشر العملة هول ده شيء جديد؟ لا مش شيء جديد في عدة مؤشرات للعملة حول العالم أشهر هذه المؤشرات مؤشر الدولار الأمريكي اللي هو يقيس قيمة الحقيقية وقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الدولية في مؤشر الجنين السرليني مؤشر الدولار الكندي نحن هنا كان فيه ربط ذهني ما بين الجنين المصري والدولار الأمريكي احنا اقتصادنا بالفعل مش مرتبط بالدولار الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية مش الشريك التجاري الأول مع مصر على عكس بعض الدول الخالجية اللي هي ربط عملتها بالدولار الأمريكي لأن هي بتصدر لهم البترول بالدولار وبتستورد منهم سلع استراتيجية وأسلحة ومواد غزائية بالدولار فهناك ربط منطقي لهذه التعاملات وده موجود من السبعينات يعني لما الفدرال الأمريكي بيرفع الفايدة على الدولار على طول الدول الخالجية بترفع في نفس اليوم الفايدة على عملتها المحلية بنفس المقدار تقريبا المؤشر اللي يعني أعلن عن بدء الدراسة في تنفيذه ده هيبقى مؤشر جنيه المصري مقابل عدد من العملات الرئيسية وقد يكون منها عملات عربية إلى جانب أيضا الذهب وده هيعطي نظرة واقعية ونظرة محايدة لقيمة الجنيه المصري في هذا المؤشر وليس فقط النظر على الدولار الأمريكي كمقياس لقوة الجنيه المصري وهي يعطي متخذ القرار الاقتصادي رؤية أوضح في التخديط وفي التقييم طيب نحن نتكلم عن الصناعة والصين دلوقت هي مصنع العالم يعني خلاص ده شيء أكيد لكن مصر تستطيع أن تكون إقليميا هي المصنع الإقليمي خارطة الطريق اللي تم وضعها في المؤتمر الاقتصادي في مناقص الصناعة الحقيقة أنا رجعت التوصيات الخاصة بالصناعة ويمكن كان أملي أن يبقى في توصيات أكثر من هذه التوصيات في ناحية الصناعة نحن نتكلم عن توصيات تكلمت على توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعة على استبداله باستبدال المصورة بالمحلي كنت عايز الحقيقة أشوف أن المدن الصناعية اللي أنشأتها الدولة في خلال الست سبعة سنوات الماضية هل هذه المدن الصناعية تعمل بكاف بطاقتها الكاملة وإيه الأسباب اللي هي بتخليها بتعمل بطاقة ضئيلة إيه المشاكل إحنا عندنا بيئة عندنا بنية أساسية محدفة وقوية عندنا شبكة طرق جيدة ليه ما يكونش عندنا صناعة جيدة تكون نواة للتصدير وهو المفروض ده اللي جاي ده المفروض ده اللي جاي إيه المشاكل اللي بتعوق الصدرات الصناعية إيه الأسواق الجديدة اللي ممكن نختارقها بالصناعات المصرية يعني كنا محتاجين أكتر التوصيات تكون أكتر تحديداً أكثر تحديداً في مجال الصناعة زي إيه يا فندي يعني الديني المسائي يعني أنا النهاردة الصين الشعبية العربية أنا مئة مليون في وسط منطقة شعوبها تلاتين أربعين أنا عندي قوة بشرية وعندي جامعات عندي مليون خريك وعندي تعليم إيه اللي مش عارف يخليني أبقى قلعة الصناعة قلعة الصناعة في الوقت أخذ يعني من كلام حضرتك إيه اللي مؤفنا أخذ من حضرتك إحنا بنتكلم على توطين الصناعة أو توطين التكنولوجيا للصناعة هل مخرجات التعليم عندي مناسبة للصناعات المحدثة والتكنولوجيا الحديثة؟ بس على الوقت التحديد في النقطة دي التعليم الفني تم تطويره بشكل كبير وربطه بسوء العمل والمستثمرين وباحتياجاته صحيح بدأنا نخطط ما هو ماذا شيء جيد ما هو التقدم نجني في هذا امتهجني هذه الثمار أنا محتاجة علشان يكون عندي صناعة حديثة أقدر أنافس بيها الأسواق الأخرى الصين لا تنافس يعني قولا واحدا يعني يدول بقلهم عشرات السنوات بس أنا ممكن أشتغل على أوروبا أشتغل على أفريقيا أشتغل على الأوروبا الشرقية أشتغل على حتى على الدول العربية طريقة العمل يا فندم ونحن بنتكلم على أنه مثلا التعليم الفني لو بنكلم عن الدول الأوروبية بتهتم جدا بالتعليم الفني فكان هناك شراكات مثلا مع دولة كبيرة زي ألمانيا في مسألة التعليم الفني بيعتمدوا عليها بنسبة 80% ده دلوقتي بيتم في التعليم الفني وفي تطوير التعليم الفني محتاج زي ما حضرتك بكارتي الاهتمام بالتعليم والتدريب بعفات أو استقطب خبراء أجانب لتوطين التكنولوجيا بحيث أننا التكنولوجيا المطبقة في اليابان أو في الصين أو في أي من هذه البلاد ليه لا؟ أننا ما أقدرش أننا أوطنها بسواعد محلية هنا هم اللي يكونوا قادرين على تطوير هذه الصناعة ليه ما خلقش ما عملش زي وجدي أحد التوصيات ليه ما يكونش المدن الصناعية مدن متكملة من الألف إلى الياب بحيث أنها تصلح للمعيشة ولا التعليم ولا العلاج ولا الترفيه وكل مناحي الحياة وده يمكن يا دكتور هيني تطالب بيه كافة الفئات المعنية بمسألة الصناعة وتوطين المنتج المحلي لأنه بالتأكيد ده بيصب في صالح الجميع ونحن نتكلم عن أننا عايزين نوفر عملة صعبة عايزين نقلل من استيرادنا عايزين نكون قلعة صناعية قادمة في المنطقة فهنا تيجي أهمية الحوار اللي حصل فيه المؤتمر الاقتصادي أهمية المصارحة والمكشفة اللي كانت من قبل القيادة السياسية مع كل متخذي القرار احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة دكتور هيني أبي فتوح الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا على تدين تحفل منظر في المنطقة